تدخل حرب العقوبات بين روسيا والغرب منعطفاً جديداً مع عدم تمكن روسيا من تسديد مدفوعات فائدة بقيمة 100 مليون دولار تطور اعتبر تخلفاً من قبل روسيا عن سداد ديون خارجية مقابل تأكيد موسكو على وجود إرادة وإمكانية للسداد تزامناً تأكيد غربي عبر دول مجموعة السبع على مواصلة البحث عن سبول عزل روسيا وتقليص عائداتها مع الالتزام بتشديد الضغط على الرئيس الروسي دولار ديمير بوتين أهلاً بكم إلى برنامج الرابط موسيقى إذن روسيا لم تتمكن من سداد ديون خارجية والكراملن ينفي تهمة التخلف عن السداد وعليه نتساءل هل تمكن الغرب من عزل روسيا عن النظام المالي العالمي بفعل العقوبات؟ وهل محاولات العزل هذه ستفشل مخططات روسيا الساعية لبناء تحالفات جديدة بوجه الغرب؟ موسيقى أهلاً بكم مئة مليون دولار من الديون السيادية الروسية لم تصل إلى مستحقها يلقي الكراملن باللوم على العقوبات الغربية وعزله عن النظام المالي العالمي فيما يواصل الغرب مناقشة مزيد من العقوبات لإنهاك روسيا وزيادة عزلتها اقتصادياً وسياسياً ومالياً يضيق طوق العقوبات الغربية على روسيا فتخلق صعوبات في إمكانية سداد مستحقات مترتبة عليها من ديون خارجية صعوبات تمنعها من تسديد مدفوعات فائدة بنحو مئة مليون دولار موقف أعتبر بمثابة تخلف من قبل موسكو عن سداد ديوننا لأول مرة منذ قرنه تقول موسكو إنها تمتلك الإرادة والسيولة الكافية وتلوم الغرب لعزلها عن النظام المالي العالمي رغم الأضرار التي لحقت بالاقتصاد الروسية إلا أن ما اعتبر تخلفاً عن السداد يعد رمزياً في الوقت الحالي حسب توصيف بلومبرغ حيث لا يمكن لروسيا الاقتراض دولياً في الوقت الراهن ولا تحتاج إلى ذلك بفضل عائدات النفط والغاز الكبيرة لكن على المدى الطويل يعني التخلف عن السداد حرمان روسيا من أسواق المال الدولية وهو ما سيعزز الضغوط على الاقتصاد الروسية موقف حاولت روسيا تجنبه على مدار أشهر فأوجدت مسارات للالتفاف حول العقوبات ومواصلة تزديد أربعين مليار دولار من السندات المستحقة طبق بوتل لوائح جديدة بشأن سندات العملات الأجنبية بمجرد تحويل المبلغ بالروبيل إلى وكيل دفع محلية لا ينبغي غزو دولة مستقلة وذات سيادة مثل أوكرانيا وعواقب ذلك وخيمة على العالم لكن ثمن التراجع وثمن السماح لبوتن بالنجاح سيكون أعلى بكثير والجميع هنا يفهم ذلك يريد الغرب إنهاك الآلة الحربية الروسية لتأمين حدودهم الشرقية وتحييد أكبر خصومهم فيتمعنوا في فرض عزلة سياسية واقتصادية عليها فاتفقوا في اجتماع السبع الكبار على مواصلة تجديد الضغط الاقتصادي على موسكو وتقليص عائداتها واستنزاف احتياطاتها فرضوا ستة حزم من العقوبات ويحاولون تطويق مخططات روسيا الساعية لبناء تحالفات جديدة تحالفات قال بوتن إنها البديل عن الغرب وأساس نظام عالمي جديد قبل البدء بنقاش هذه الحلقة أذكركم إذن بسؤاليها هل تمكن الغرب من عزل روسيا عن النظام المالي العالمي بفعل العقوبات وهل محاولات العزل ستفشل مخططات روسيا الساعية لبناء تحالفات جديدة بوجه الغرب أناقش إذن هذا الملف مع ضيوفي من موسكو عبر الأقمار الصناعية دكتور هاني شادي الباحث في الاقتصاد السياسي والخبير في الشؤون الروسية من واشنطن معي سيد باولو فان شراخ أستاذ العلاقات الدولية ورئيس معهد جلوبل بوليسي ومن عمان عبر الأقمار الصناعية معي دكتور زيد عيادات مدير مركز دراسات سياسية والستراتيجية في الجامعة الأردنية مرحبا بكم ضيوفي الكرام أبدأ النقاش مع ضيفي من موسكو دكتور هاني دكتور وزير المالية الروسي يقول أن موسكو اضطرت لعدم سداد مستحقات بقيمة 100 مليون دولار ويؤكد أن هذا ليس تخلفا عن السداد بأي حال من الأحوال كما يقول إذن ما الذي يحصل بالحقيقة وكيف اضطرت موسكو لعدم السداد في الحقيقة أهلا بحضرتك وبضيوفك في البداية في الحقيقة روسيا على لسان المتحدث الرسمي للكريملين ينفي أن تكون بلاده قد عجزت عن السداد أما وزارة المالية فتقول كما أسلفتي أنها لم تتمكن من السداد الموضوع هو أن روسيا تريد أن تسدد هذه المستحقات أو المدفوعات بالروبل للروبل بالروبل الروسي ولكن الروبل الروسي كما نعلم هو ليس عملة دولية في تسوية المدفوعات لا أحد يعترف بها في النظام الدولي العالمي الموجود حاليا كعملة دولية لتسديد المدفوعات المشكلة الأساسية أن هذه المستحقات هي مستحقة لمستثمرين أجانب سواء أفراد أو شركات خاصة أجنبية ومن ثم وزارة المالية الروسية دعت هؤلاء المستثمرين إلى التعامل مع البنوك الغربية التي لا ترغب في الحصول على المستحقات بالروبل من روسيا ومن ثم هناك مشكلة وعقدة كبيرة في هذا الموضوع ولكن هذا الموضوع يسمى في علم الاقتصاد بالإفلاس التقني وليس الإفلاس الاقتصادي الكامل بمعنى هو أن عندما تتخلف الدولة عن سداد جزء من مستحقتها في حين أنها قادرة على الدفع بالفعل ولكن ليها شروط معينة أن تدفع بالعملة الوطنية وفي ظل وجود عقوبات عليها وفصلها عن نظام سويفت ومن ثم يصطلع علي بالعجز التقني أو الإفلاس التقني ولكن روسيا لا تعترف بهذا الموضوع ومن ثم هذه مشكلة كبيرة سوف تواجه روسيا أيضا في الشهور القادمة لوجود مستحقات جديدة خلال الأشهر القادمة لمستثمرين أجانب عن اليورو بوند أي السندات الروسية باليورو والدولار أتب بالسؤال لسيد باولو ضيفي من واشنطن مرحبا بك من جديد سيد باولو إذن موسكو تقول أن لديها الإرادة ولديها الوسائل ولديها الموارد لسداد ديونها ولكن بروبل وهو غير معترف به بما أن السندات هي أجنبية ضف إليه العقوبات الغربية ويصف العجز بالعجز التقني كيف برأيك العقوبات الغربية وضعت موسكو في هذا المأزق؟ إذن هذا التخلف أمر رمزي نحن على درائتنا بأن روسيا في حالة التخلف ليس بسبب عدم توفر الأموال ولكن بسبب تم عزل روسيا من جميع الأسواق المالية الدولية فلماذا؟ لأن هذه الدولة تحت وطأة العقوبات كدولة اعتضت دولة أخرى دولة أوكرانية إذا كنتم تريدون حال هذه المسألة يجب سحب القوات المصلحة الروسية من الأراضي الجنوبي وشرقي الأوكرانية فلا يتعلق ذلك بكون روسيا بشكل مفاجئ قد خسرت جميع الأموال فنحن نرى أن روسيا تتوفر لديها ما يكفي من الموارد المالية ولكن تم نبض هذه الدولة من الأسواق الدولية بما في ذلك تحرم هذه الدولة من إمكانية تصديد الديون الخارجية فهذا هو الأمر ببساطة القول وفي حالة رغبة موسكو في عيادة الاندمام إلى الأسواق الدولية يجب عليها أن تتوقف عن العدوان الذي تقوم به الآن فبالطبع بإمكان روسيا أن تمارس السياسات والتعاون الاقتصاد مع الدول الأخرى مثل الصين وكوبا ومزويلة وإيران ولكن ليس مع أغلب الدول في الاقتصاد العالمي فهذا مثال فقط دكتور زيد ضيفي من عمان مرحبا بك من جديد هل توافق ضيفي الرأي بأن هذا عجز تقني كما وصفه ضيفي من موسكو وهو تخلف رمزي كما وصفه ضيفي من واشنطن بما أن موسكو تملك القرار وتملك المال أيضا لكنها لم تتمكن من تسديد هذه الديون نعم سيدتي شكرا طبعا التفرق من حيث لنبدأ بالتوصيف الحالة ودعينا نصيفها كما هي ما هو موجود اليوم أن على روسيا أن تقوم بسدد الديون لكنها لن تتمكن لن تتمكن بسبب عدم توفر المال أو بسبب عدم قدرتها على استخدام الأموال لا يفرق الحقيقة أن دلالة العجز مع توفر المال هو الأكثر أهمية ليس المقصود أن نقول أن روسيا قد أفلست ولكن المقصود في هذه الإشارات وهذا العز عن الوفاء بالسداد الديوني في موعدها هو التأكيد على أن روسيا يتم عزلها شيئا فشيئا عن النظام العالمي يعني ما هو أكثر عزلا من أن يكون لديك المال ويكون ليك الإرادة لكنك لا تستطيع أن تقوم بذلك هذا هو الحقيقة الدلال الأساسية ولذلك اليوم الحديث عن هذا العز له أهمية كبيرة جدا في تطور ومستقبل الحرب الروسية في أوكرانيا وأيضا هذا الصراع الدولي الذي نشهده وأدعين أيضا أذكرك وذكر المشاهدين أن الاستراتيجية الغربية النيتو تحديدا في تعامله مع روسيا في هذه الحرب يعني كان قد صاغى وصمم جملة من العقوبات الاقتصادية التي من شأنها أن تهوي بالاقتصاد الروسي وأن تبعده عن مسارات الحداثة التي يعيشها اليوم أو كان يعيشها في الفترات السابقة وبالرغم من كل الإجراءات أظن أن هناك أكثر من وجبة من هذه العقوبات التي تم فرضها على روسيا لكن كان هناك مجموعة من الفلوز الخلل في هذه العقوبات منها مثلا أنه كان يسمح للدائنين الأمريكيين بأنه يتعاملوا مع الشركات الأمريكية حتى شهر أيار الماضي يعني 27.5 الماضي لكن بعد أن أعلم أن هذا ممنوع لا يسمح للأمريكيين لأي شخص أمريكي أن يتعامل مع أي من جهات الاستثمار الروسية ولا أن يتسلم منهم دفعات بأي صورة من الصور ومع التشدد الأوروبي في هذا الأمر وقطع أهم البنوك الروسية عند النظام السوفت العالمي اليوم نشهد إحدى الدلائل الأساسية على مسار عزب روسيا عن الاقتصاد العالمي وسيكون له تأثيرات سلبية جدا على الأوضاع النفسية والاقتصادية سنتحدث عن هذه التداعيات والتفصيل معك بعد قليل ونتحدث أيضا عن خيارات المستثمرين بالتحديد لكن اسمحوا لي أن نذهب سويا لنتعرف إلى معنى التخلف عن السداد وما هي تداعيات ممكنة قبل أن نناقش هذه النقاط بعد قليل مع ضيوفي ليست فقط روسيا كما تشير التوقعات أي دولة لا تفي بالتزاماتها المالية إما إلى دولة أخرى أو إلى مؤسسات مالية دولية مثل صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي أو إلى مستثمرين اشتروا سنداتها تعتبر متخلفة عن السداد مفهوم التخلف عن سداد الديون قد يكون كليا بعدم دفع أي مبلغ من الديون المستحقة وقد يكون جزئيا في حالة عدم تسديد جزء من الدين ويمكن لحكومة ما إعلان تخلفها عن السداد بالتصريح بأنها لن تسدد دينها على غرار ما فعلت سيرلانكا في شهر أبريل 2022 وكما فعلت روسيا عام 1998 بخصوص دينها الداخلي إعلان التخلف عن السداد متاح لوكالات التصنيف الاقتمانية بعد نهاية فترة سماح آلية من 30 يوما في أعقاب استحقاق موعد الدفعة لكن في حالة روسيا فإن وكالات التصنيف توقفت عن تغطية هذا البلد التزاما بالعقوبات الغربية كما يمكن أعلان التخلف عن السداد رسميا من جانب جهة خاصة مقرضة حين تقول علنا إن دولة ما لم تسدد الدفعة أو عبر الاتحاد الدولي للمقايضات والمشتقات والذي يمكن لقراره المتعلق بعدم السداد أن يؤدي إلى تحرير دفعات تأمين مقايضات التخلف عن السداد وهو شكل من أشكال تأمين سداد الديون الآن أذهب بالسؤال لضيفي من واشنطن سيد باولو قبل قليل دكتور زيد ضيفي من عمان تحدث عن خطوة وزارة الخزانة الأمريكية بإنهاء الإعفاء الذي كان سمح لحاملي السندات الأمريكية بتلقي دفعات من موسكو وكأنها خطوة كانت مفصلية في هذا الإطار سؤالي هو هل يستطيع برأيك حاملوا السندات الأمريكية تجاوز هذه الخطوة في سبيل استعادة أموالهم من موسكو وما المتوقع منهم في يوم من الأيام الجميع سوف يعصلون على الديون فإن المصارف الغربي والوليين المتحدة والمؤسسات المالية تحصل على تمتلك الكثير من الأصول الروسية والتي تم وضعها قبل الحرب في أوكرانيا فهذه الأموال هناك قائمة فليس هناك الكثير من المخاطر بشأن كون المستثمرين والحملين للديون الروسية سوف يخسرون كل الأموال فإن المتوقعات سوف تجري ولكن الهدف مختلف فإن الهدف يتمثل في عزل الروس الاتحادية بسبب التصرفات غير صائبة فإن هذه السياسات ناجحة كما نرى فهذا التخلف التقني رمز من رموز هذه السياسات بما في ذلك إلغاء مشاركة روسيا في نظام سويفت للمعاملات المسرفية فهل يجب أن يشجع ذلك ولكن يجب أن يقنع هذا الإجراء جميع المستثمرين دوليين بعدم التعامل مع السلطات المالية أو الشركات في روسيا بسبب ضرورة معاقبة الدولة الروسية مقابل ما تقوم به في أوكرانيا فهذا إجراء من إجراءات سوف تكون في جعبة الدول الغربية ولكن هل سوف يخسر جميع المستثمرين الأموال أنا مقتنع بأن هذه الشركات وهؤلاء الأشخاص سوف يحصلون على الأموال بمختلف الطرق فهناك طرق موجودة للحصول على ما يعود لهم قانونيا فهناك الكثير من الأصول الروسية المجمدة في الخزنات المصرفية الغربية طيب دكتور زيد ما رأيك يعني ما المتوقع من قبل المستثمرين أو حاملي السندات هل تعتقد أنهم سيتصرفون ربما على الفور وما هي القرارات التي يمكن أن يتخذونها في هذه الحال أم أنهم سيلتزمون بنهج الانتظار والترقب لما ربما ستقول إليه الأمور إن كان على الأرض بنسبة لمجريات الحرب في أوكرانيا أو على طاولة العقوبات الغربية فيما بعد أنا أعمل إلى الخيار الثاني الحقيقة وهو أن المستثمرين على الأرجح أفراد وشركات سيملون أو يتبعون استراتيجية الانتظار والترقب وذلك لسببين أساسيين الأول أن هؤلاء المستثمرين سواء الأفراد أو الشركات على دراية وعلم بمجرياته والتطور الأحداث وأن لديهم دراساتهم وتوقعاتهم ونماذجهم الخاصة من أجل تقييم المخاطر المتصلة بديونهم المسألة الثانية كما قال الضيف من واشنطن هو أن الأصول الروسية موجودة في العالم لا يوجد هناك نقص في المال وإنما نقص في ألية الدافع وهذا كما قلت هو الدلال الأساسي لذلك وبالتالي فإنه في المستقبل هناك طريق آخر واضح وهو المحاكم وقضاء والتحكيم الدولي الذي ربما سيجد وسيلة من أجل دفع هؤلاء المستثمرين مستحقاتهم وبالتالي لا أتوقع أن يكون على جانب المستثمرين أي تصعيد في الوقت الحالي ولكن مرة أخرى الإشارة الأساسية هي أن المستثمرين اليوم والمستثمرين في المستقبل سيترددون كثيرا الآن في التعامل مع الاقتصاد الروسي والاستثماري به لأن من شأل ذلك أن يحقق لهم خسائر آنية وهم بغنى عنها من الممكن وضع عمالهم في أماكن أخرى من أجل تحقيق أرباحهم وهذا هو أيضا مقصود بالعقوبات سأسألك بعد قليل عن خيار المحاكم نتوقف عنده بالتفصيل ولكن أذا بسؤال لدكتور هاني ضيفي من موسكو ما هي خيارات موسكو الآن؟ يعني بوتين كان طبق لوائح تنص على الوفاء بالتزامات روسيا من سندات العملات الأجنبية بمجرد تحويل المبلغ بالروبل يعني إلى وكيل الدفع المحلي لكن كما ذكرت قبل قليل هذه السندات لا تحتوي على شروط تسمح بالتسوية بالعملة المحلية وما تعليقك على ما جاء بإجابة ضيفية الدكتور زايد أنه ربما الخسارة الأبعد مدى لموسكو هي خسارة ثقة المستثمرين بالطبع أتفق مع الدكتور زايد المشكلة الأساسية نحن بدأنا في خسارة ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد الروسي ولكن أود الإشارة إلى نقطة هامة أن هذه السندات تم شراءها قبل الحرب وقبل عدة سنوات في الحقيقة لم يتم شراءها بعد الحرب شراءها بعد الحرب التي بدأتها روسيا ومن ثم هذه السندات مستحقة لمدة حوالي سنتين مضت أو ثلاث سنوات ويوجد منها خمس سنوات أيضا ومن ثم بالطبع سيتدرر المستثمر الأجنبي هذا واضح تماما الحصول طبعا على الآزيل أموال عبر القضاء أو غير القضاء سيأخذ وقتا طويلا إذا تم الخصم من الاحتياطات النقدية المصادرة في الخارج فهذا سترحب بروسيا في الحقيقة لن تنطعد من هذا لأنها تشتاكي دائما أن الغرب بين قوسين سرق هذه الاحتياطات النقدية أي لم يصادرها ولكن سرقها عمليا ولكن في الحقيقة الهدف الأعمق من ذلك هو بداية تنشيط وبداية فعل العقوبات الغربية بشكل قوي في الحقيقة من وجهة نظري طيب رأيي ماذا يمكن أن تفعل روسيا اليوم برسل لسدى الهدف؟ الرئيس الروسي وقع مرسوما قبل ثلاثة أسابيع بالسداد بالعملة الروبل روسيا مصرة على ما يبدو نعم بالروبل يريد دفع ذلك وهذا لن يحدث لأن الروبل ليست عملة دولية بالنسبة لتسوية المدفوعات الدولية يريد أن يفعل نفس الشيء الذي فعله مع بيع الغاز الروسي للدول الأوروبية بعض الدول الأوروبية استجابت ودفعت عبر حسابات بالروبل واستلمت روسيا مثل هذه المبالغ كيف سينعكس ذلك بداية التأثير القوي على الاقتصاد الروسي؟ واضح نعم ربما نرى كيف ينعكس على القرار السياسي ربما المخرج يكون سياسي وليس اقتصادي مشاهدين حلقة رابط مستمر أرجو أتفضل بي البقاء معنا فاصل قصير ونعود أهلا بكم من جديد إذن مستمرون مشاهدين بي نقاش ملف حلقة الرابط لليوم وإذن روسيا لم تسدد ديونها سيادية بالعملة الأجنبية للمرة الأولى منذ نحو قرن وهي ذروة العقوبات الغربية كما نعلم يرتب وذلك يرتب تداعيات اقتصادية لا تقتصر على روسيا وحدها نتابع ونستأنف نقاش تواجه الأسواق سيناريو فريد من نوعه لمقترض متعثر لديه الاستعداد والموارد للدافع لكنه لا يستطيع ذلك بعد تخلف روسيا عن سداد ديونها تقول وكالة بلومبرغ إن المستثمرين أو معظم حاملي السندات سيحتفظون بنهج الانتظار والترقب أي قد يختارون مراقبة تطورات الحرب الأوكرانية على مال تخفيف العقوبات في النهاية ووفقا لوثائق السندات التي انتهت مهلتها يمكن لـ 25% من حاملي السندات القائمة إعلان التخلف عن السداد كما تضيف بلومبرغ أن الوقت قد يكون لصالح المستثمرين إذ تسقط المطالبات بالحق بعد ثلاث سنوات من تاريخ الدفع وفقا لوثائق السندات كما تشير بلومبرغ إلى أن الشركات الأماركية يمكنها الاحتفاظ بالديون الروسية أو بيعها ولكن لا يمكن شراؤها وفقا لمكتب مراقبة الوصول الأجنبية بوزارة الخزانة إلى أن وزير المالية الروسي اعتبر أن طلب الدائنين إعلان التخلف من خلال المحاكم غير منطقي لأن روسيا لن تتنازل عن حصاناتها السيادية ولن يكون لأي محكمة أجنبية اختصاص نستأنف النقاش ووجه سؤالي دكتور زيد ضيفي من عمان دكتور زيد كيف من المتوقع أن تتعامل المحاكم الأجنبية اليوم مع هذا الملف حالة طبعا لجأ المستثمرون الأجانب إلى إعلان تخلف السداد من خلال المحاكم يعني بداية ما هي الأطر القانونية التقليدية وكيف تتأثر اليوم بالعقوبات الغربية وكيف من الممكن للسياسة أن تتلعب بها أو هل يمكن للسياسة اليوم أن تتلعب بها يعني على ما يبدو أن السياسة في مركزية اللحنات كلها وأن هذه التدعيات الاقتصادية لهذه العقوبات سيدفع روسيا لاتخذ المواقف السياسية مغيرة لما تقوم به اليوم هل سينجح الأمر أم لا ومتى سينجح هذه أسئلة معلقة وهي أيضا موضوع النقاش لكن في صلبي موضوع سؤالك سيدتي من حيث اللي أبدأ هو شراء السندات نفسه يتم ضمن أطر قانونية محددة تضمن وثائق الشراء أليات التقاضي والتحاكم وأحل الخلافات والنزاعات بحالة نشوئها وبالتالي لكل منها ألي قضائية وقانونية محددة وواضحة حسب الشركة وحسب الفرد وحسب الأسهم معظم هذه السندات غير مستحقة الآن وهي تم شراءها كما قال الضيف أيضا من موسكو قبل الحرب وبعضها يستحق بعد سنوات الحقيقة وليس الآن وبالتالي فإن الطريق الأقل احتمالا هو أن يلجأ هؤلاء المستثمرون إلى المحاكم وإلى الإجراءات التقاضي المنصوص عليها والمتفق عليها في وثائق الشراء لكن دعيني هنا أيضا أن أنبه هذا المسألة في حالة على فرض أن هناك تحكيم أو محاكم وأن القرار بإستخدام أو تسهيل المال المجمد الروسي في العواصم الغربية هذا لن يشكل أي خسارة لروسيا على العكس تماما وبالتالي بحسابات روسيا أن واحدة من الإجراءات التي قد يلجأ إليها المستثمرون هي المحاكم حسابات روسيا أن هذا لن يشكل خسارة لسببين أولا وقت طويل وبالتالي لن يكون له تأثير مباشرة على مجرى الحرب والسياسة اليوم اثنين إذا تم الخصم من المجمد فهو خسارة خسارة فلا تعتبر خسارة لذلك فعلى الأرجح أن المستثمرين سيلجأون إلى الانتظار والتراقب لأنه سيكون أفيت لهم من الذهاب إلى المحاكم والتراقب نعم سيداتي دكتور هاني أفهم منك أيضا يقول دكتور زايد أن اللجوء إلى المحاكم بمعنى أنه لن يكون خسارة لروسيا روسيا إذا لجأ المستثمرون إلى هذا الخيار كيف ستتعامل معه وأقف هنا عند تصريح لوزير المالية الروسي يقول أن المطالبة بالأصول الدبلوماسية يعادل قطع العلاقات الدبلوماسية والدخول في صراع مباشر كيف نفهم ذلك؟ نفهم ذلك في إطار ما يلي بالطبع روسيا إذا المستثمرين الأجانب حصلوا على قرارات من المحاكم بالخصم من الأموال المجمدة في الخارج الأموال الروسية المجمدة في الخارج فهذا لن يضيرها كثيرا في الحقيقة ولكن هناك مخاوف روسية أن تتراكم عملية عدم السداد خلال الأشهر القادمة وتصدر المحاكم قرارات بالحاجز أو مصادرة أصول روسية موجودة في الخارج أصول عقارية مثل مباني السفارات مباني البنوك الروسية لها فروع في أكثر من مكان في أوروبا حتى في الولايات المتحدة الأمريكية فهناك أصول أخرى غير الأموال المجمدة لدى الولايات المتحدة والدول الأوروبية أصول مادية أود الإشارة أيضا إلى مشكلة كبيرة أيضا يعاني منها الكثير من المواطنين الروس والشركات الخاصة الروسية هؤلاء المواطنون والشركات اشترت أيضا سندات وأسهم وأوراق مالية لشركات كبرى في الغرب في أوروبا والولايات المتحدة وعندما فردت العقوبات روسيا جمدت كل التعامل في هذا الأمر وهؤلاء المستثمرون الروس لا يعرفون أين ذابت أموالهم ولا يعرفون متى سيحصلون على العائد منها أو متى سيستردونها البنوك هنا لا تعطي أي معلومات للعملاء تماما ربما بعكس البنوك في أوروبا القضاء هنا طبعا إذا لجأ إليه أحد لن ينصفه تماما لأن هذه الأموال غير معروفة وجودها حاليا البنوك الروسية تكتفي فقط بالقول أن عليكم اللجوء إلى البنوك الأمريكية التي أصدرت هذه السندات عبر المرسلة معها ونحن لن نعرف عن هذا الأمر أي شيء سيد باولو والكثير راحت في الحقيقة وخسرها نعم وصلت الفكرة سيد باولو قبل قليل دكتور زايد قال أن عدم تمكن روسيا من سداد ديونها اليوم بغض النظر طبعا عن الأسباب والخلفية ولكن هو تأكيد على أنه يتم عزل موسكو اليوم عن النظام المالي العالمي طبعا نسأل اليوم برأي من وجهة نظر واشنطن من وجهة نظر الغرب هل يمكننا القول أن العقوبات الغربية بدأت تنجح وبدأت تتجه في الاتجاه الصحيح لعزل روسيا تماما عن النظام العالمي المالي وبرأيك أيضا العقوبات الجديدة التي تم الإعلان عنها في قمة مجموعة السبع ما المتوقع منها؟ تأثيرات إن العقوبات في الحقيقة ترمي إلى عزل روسيا من الأسواق الدولية وهذا عامل واحد فلا تنسى أن الصدرات الروسية بالإدفة إلى قدرة روسيا على استيراد التكنولوجيات والمواد الأساسية الأمر الذي يتوقف الاقتصاد الروسي عليها أيضا عامل ومكون من العقوبات فهذا يعني أن روسيا الاتحادية الآن يتم تجديد الخنق الاقتصاد على عنق روسيا عبر مختلف العقوبات التي سوف تحد من إمكانية توسيع التعاون مع الدول العالم فإن روسيا الآن سوف تشر بالآلم فإن العقوبات سوف تستغرق وقتا لكي تشرع النخبة السياسية والاقتصاد الروسية بتأثيراتها فهذا عامل واحد فقط وأن أقصدوه هذا التخلف عن سداد ديون ولكن ذلك يدير أمام المستثمرين الآخرين الذين قد ينظرون إلى إمكانية تطوير العلاقات المالية مع المؤسسات الروسية لا يجب أن يفعلوا ذلك في هذه المرحلة في هذه اللحظة أما التاقة النوية الروسية ومختلف القطاعات الاقتصادية الأخرى هناك شركات روسية ترغب في اغتنام استفقات في دول الأوروبية جميع هذه المشاريع ملغاء اليوم بما في ذلك المشروع في فنلندا وفي المجر من جديد هذا لا يتعلق بموضوعنا اليوم ولكن هذا الجزء لا يتجز عن الخطة العامة لعزل روس الاتحادية التي سوف تخسر المشاريع والأصدقاء والمستثمرين والآن تتم معاقبة الدولة الروسية عبر آلية التخالف التقنية فهذا جزء فقط من مختلف العقوبات بخطاء اقناعه أو الثاني المستثمرين الدوليين عن العمل مع روسيا هذه طريقة بسيطة هناك حل لهذه المسألة أقف الحرب في أوكرانيا فلهذا السبب تم فرض هذه العقوبات هذا ليس نزوة من طرف الدول الغربية سنناقش إذا ما كان تأثير العقوبات سيصل لحد وقف الحرب على الأرض في أوكرانيا بعد قليل سيد باولو ربما سؤال أخير بقي لدي أقل من دقيقتين لدكتور زايد دكتور زايد قبل قليل بالتقرير قلنا أن تدعيات هذا الأمر ليس على روسيا فقط إنما على العالم برأيك هذه الخطوة اليوم أو هذه التطورات ما هو ارتدادها على الاقتصاد العالمي نعم ستي باختصار شديد أولا أنا لا شك لدي أن العقوبات الاقتصادية الغربية المفروضة على روسيا فعالة وستنجح لكن هذا النجاح مشروط ومشروط لمسألتين أساسيتين اللي الآن نعود إلى سياسة عبد الأصابع وأي منهما أصبر لكل منهما دخله ومصادره وألياته من أجل التعامل مع التداعيات والتفاعلات باختصار روسيا اقتصاد ضعيف صغير هي تشكل اقتصاد إيطاليا وبالتالي هي ليس لاعبا أساسيا في الاقتصاد دولي لكن لديها موارد مهم هي الطاقة والمعادن الطاقة متمثلة بمسألة النفط والغاز والمسألة الثانية المعادن التي يحتاجها العالم الثالثة طبعا هي الآن سيطرتها ووصولها إلى الحبوب الأوكرانية ومنها من التصدير وبالتالي تؤثر على الاقتصاد العالمي على الغذاء إذن هي تؤثر بمسألتين أساسيتين أنها تجعل الخسارة على كاهل الآخرين بأن بارتفاع أسعار الغذاء وارتفاع أسعار الطاقة في الدول الديمقراطية والدول الغربية هذا من شأنها أن يغضب بالناخب وبالتالي قد يؤثر على سياساته لكن أيضا هناك تفهم بأن هذا الثمن الاقتصادي الذي تدفعه الشعوب الغربية والديمقراطية هو ثمن قليل مقابل الثمن السياسي الباهض الذي لم يمكن أن يدفعه الغرب جميعا إذا ما سقطت أوكرانيا وتمددت روسيا وأصبح تأثيرها وتهديداتها الأمنية على كامل أوروبا وحضارتها وبالتالي هذه المواجنة السياسية الاقتصادية أفضل الشرين نعم سيدتي وبالتالي هو يحتاج إلى الصبر وبالسياسة هذه المسألة الأساسية على كل أن يرى خياراته ويقيس استعداده واستعداد خصمه لتحمل الخسائر إذا كنت مستعدا لتحمل الخسائر وعندك القدرة على التعامل معها فأنت على الأرجع ستكون أقرب إلى النصر لأن روسيا بالضرورة هي أقدر على الصبر بسبب من طبيعة النظام وليس من طبيعة المسألة لكن إلى أي حدا يستطيح هذا النظام أن يستثمر في قمع المعارضة وقمع وتحمل هذه الخسائر الاقتصادية طبعا من القصار العسكرية وأيضا عدم القدرة على الحسم العسكري فبالتالي أنا أعتقد أنها فعالة هذا موضوع آخر يستحق الاستفادة به ولكن يجب أن نذهب لفاصل قصير ضيوفي الكرام أيضا مشاهدين الكرام القوم معنا فاصل قصير ونعود لنستأنف النقاش بموضوع هذه الحلقة قوم معنا مرحبا بكم من جديد دعا رئيس الأوكراني فولادمير زيلنسكي قادة الدول السبع إلى تشديد العقوبات على موسكو وحظى في كلمته خلال اجتماعات قمة مجموعة السبع القادة على بدل أقصى الجهود لإنهاء الحرب في بلاده قبل نهاية العام ومن هنا أنطلق بسؤالي ليا سيد باولو ضيفي من واشنطن برأيك هل ستنجح هذه العقوبات بوقف الدبابات على الأرض في أوكرانيا قبل نهاية العام كما يطلب زيلنسكي أنا خايف من أن هذا ليس صحيح عنه فبما أن يعتقدون العقوبات فعالة ولكن روسيا لديها الكثير من الموارد والاحتياطيات والقدرات على تنويل استمرار هذه الحرب فبسبب ارتفاع أسعار الغاز والنفط بسبب كون الاتحاد الأوروبي يحاول الحد من استيراد التاقة الروسية بسبب كل ذلك نحن شاهدنا ارتفاع الأسعار بالرغم أنه تم تصدير النفط والغاز الروسيين إلى الاتحاد الأوروبي هناك شركاء جدد وآخرون في العند والصين فإن روسيا لا تزال تجني الكثير من الأموال الأمر الذي يؤدي لاستخلال الفرصة لإستمرار في هذه الحرب بالطبع ما سيؤدي إلى عزيمة روسيا هو المزيد من المجهودات المبذولة من قبل الدولة الغربية مثل الوليات المتحدة والمملكة المتحدة وبولندا والدول الأخرى بوخة مواصلة تقديم الأسلحة للقوات المصالحة الأوكرانية لكي يتسنى لها مقاومة العدوان الروسي الآن في المناطق الجنوبي وشرقي من أوكرانيا فإن هذه اللقبات فعالة ولكنني لا أعتقد أن روسيا سوف تستسلم وسوف تتخلى عن أهدافها العسكرية في أوكرانيا بسبب أن في هذه اللحظة سوف يتم الإعلان عن تخالف انتقنية أنا لا أؤمن بذلك فإن الرئيس بوتين بالرغم من أهداف هذه العملية ونلا أؤمن بهذه الأهداف فإنه يميل إلى ضرورة الحصول على نجاح ما عسكريا في حربه بأوكرانيا فإن هذا النجاح يجب أن يتم إيقافه أو الحلولة دون وقوعه عبر تقديم الأسلحة إلى القوات المصالحة الأوكرانية بالإضافة إلى تدريب العسكريين الأوكرانيين لكي يقدروا على استخدام هذه المعدات مثل المدفعية التويلة الماضة ورجمة السواريخ دكتور هاني ما رأيك هل توافق سيد باولو رأيه بأنه قد لا تؤدي هذه العقوبات إلى لجم موسكو عسكريا فهو لديه أهداف وهو لن يرضى إلا بتحقيق ولو نصر واحد على الأرض أم أن استشعار موسكو اليوم بتضييق الخناق الاقتصادي عليها أكثر فأكثر ربما يدفعها إلى تغيير نهجها على الأرض أولا أو ربما في السياسة لجهة المفاوضات ربما مع أوكرانيا أو لجهة تبديل أو تعديل لهجتها في وجه الغرب أتفق في الحقيقة مع ضيف من الولايات المتحدة روسيا لن ترضعها العقوبات والعقوبات الاقتصادية في الحقيقة لم نعرف أنها أوقفت حرب في يوم من الأيام لنأخذ مثال كوريا الشمالية عليها عقوبات منذ سنوات ومع ذلك تجرب أسلحة نووية وأسلحة طويلة المدى وقسيرة المدى ولكن تكثيف العقوبات مطلوب إذا كان هناك إمكانية للضغط من اتجاهات أخرى مثل الاتجاه السياسي والاتجاه العسكري هذه نقطة مهمة أن تتواكب وتتدافر العقوبات مع الجهود السياسية والجهود العسكرية ولكن أن يتوقف الرئيس الروسي عن الحرب في أوكرانيا بمجرد هذه العقوبات حتى وإذا اشتدت هذه العقوبات وأصبحت أكثر فعيلية فهذا مستبعت برأيي كما أننا لا يجب أن ننسى أن روسيا تحصل من الاتحاد الأوروبي على أموال كبيرة بالدولار واليورو نتيجة لتصدير النفط والغاز حتى اليوم نحن نعلم أن هناك قرارا بوقف شراء النفط عبر البحر من روسيا جزئيا ولكن هو الأكبر وكبير في الحقيقة إذا تم بالفعل تنفيذ هذا القرار فهذا سوف يؤثر بدون شك على الموارد الروسية خاصة أن عائدات روسيا من تصدير النفط أكبر بأربع مرات من عائدتها من تصدير الغاز ومن ثم سيكون العقوبات على شراء النفط الروسي أمر مهم صحيح روسيا بدأت تصدر إلى الصين والهند ولكن تصدر بخصومات كبيرة تصل إلى 30% وهذا سيمثل بالطبع خسارة في إيرادات الميزانية الروسية ولكن الأمر الأساسي بالرأي هو أن تكون العقوبات فاعلة مع التضافرها مع الجانب السياسي مع الجانب العسكري ولكن لا أعتقد أن هناك إمكانية لمفاوضات سياسية ناجحة في المستقبل القريب لأن روسيا لديها شروط معروفة لأوكرانيا حتى تتفق معها وتوقع معادة سلام والشروط هي عملين هو أن تتنازل أوكرانيا عن أجزاء من أراضيها لروسيا وهو ما لن يقبل به زيلنسكي نعم حتى لحظة يدو ذلك نعم أتوقع أن تستمر هذه الحرب حتى ربما نهاية هذا العام أو مطلع العام القادم وستتوقف الأمر على مدى درجة مساعدة الدول الغربية لكييف لمواجهة هذه الحرب نقطة مهمة دكتور زيد قبل قليل تحدثنا عن تأثير العقوبات الغربية المتزايدة وصولا إلى هذه التطورات يعني عدم قدرة أو إمكانية روسيا على سداد ديونها تأثيرها على العالم بشكل عام لكن اليوم ما تأثيرها المباشر على حلفاء روسيا الأسواق البديلة التي اليوم تلجأ إليها روسيا يعني كيف تؤثر هذه التطورات على التحالفات التي بنتها موسكو حتى الآن والتحالفات التي تبغى أو تسعى إلى بنائها في المستقبل أم ربما هذه أو هؤلاء الحلفاء يفهمون اللعبة بظني أن الحلفاء يبتزون روسيا في هذه المرحلة حلفاء روسيا حلفاء مصلحة وضرف آني ويأخذون كل الأدفانتج المحتملة والممكنة من هذا الضعف والحاجة الروسية لبناء تحالفات وأسواق جديدة سواء كان ذلك بأسعار النقطة التي تفاع كما أشار الأستاذ من موسكو إلى الصين والهند أو بالموارد الأخرى وتداخلات الاقتصادية الأخرى استعيني أنا بهذا السياق أيضا أعرج على قضية إلى أي حد ممكن للعقوبات أن تضع حدا لهذه الحرب العقوبات بحد ذاتها لن تفعل لأن المقصود بالعقوبات هو I can hurt you بإمكاني أن أسبب لك الأذى والخسارة لكن بالمقابل أنا أيضا أستطيع أن أسبب لك القسارة لأن قدرتي على تحمل الأذى وقدرتك على تحمل أذى هي المسألة الأساسية كيف تحسب هذه منطق صياقة العقوبات الاقتصادية هو منطق يندرج ضمن منطق إعادة إنتاج التحالفات الدولية وبالتالي الرسالة الأساسية لموجهة لروسيا وليس فقط عزلها من الاقتصاد العالمي على أهميته وهو أهمية مركزية لكن أن هناك تحالفات عالمية تنشى روسيا خارجها وأن الحلفاء المحتملين لروسيا حلفاء ليس بالضرورة بودلاء عن أوروبا أو عن النيتو أو عن الغرب في هذه الحالة وهذا من شأنه أن يؤكد على مسألة الأساسية أن خسارة روسيا المستقبلية وليست بعيدة يعني مستقبل قريب باستمرارها بهذه الحرب ستكون أكبر بكثير من الأرماح التي يمكن لها أن تحققها في حالة استمرت في هذه الحرب وهذا هو الذي يدفع بالمتخاصمين وإلى الجلوس إلى طالة المفاوضات إذن علينا أن نقرأ منطق الاقتصاد ومنطق التحالفات المنطق السياسي الجيوستراتيجي سيدتي ما يحدث هو إعادة إنتاج عالم جديد وكتاب قواعد جديد للنظام الدولي تقوم أساسا على إعادة بناء التحالفات في هذه الحالة روسيا هي الخاسر بالضرورة يعني لا شك بذلك أن روسيا رغم أنها تجاهر بأنها تبني تحالفات متماسكة وقوية وعبرت عن ذلك في قمة بريكس تمام تمام يعني حلفاء روسيا أولا يعني مع الاحترام والتقدير أول شيء كلهم دول ليس من اقتصاديات الكبرى ليس من السبع الكبار وليس من العشرين تونتي جي ثم لديهم مشاكلهم وأشكالياتهم الخاصة ولا يشكلوا في الناتج القومي العالمي حتى الصين دكتور جزءا كبيرا فيما يتصل بالإنتاج الآن الصين مسألة مختلفة لأن السؤال هل الصين حليف لروسيا بالمطلق هذه مسألة عليها كثير من الأسئلة هل الصين تستفيد من هذه اللحظة التاريخية في الصراع من أجل تعزيز مركزي التفاوضي مع الغرب قطعا وتستفيد وتستغل روسيا في هذا حال قطعا أسفة لكن للأسف وقت الحلقة انتهى شكرا لك على كل هذه التفاصيل دكتور زايد عيادات مدير مركز الدراسات سياسية والستراتيجية في الجامعة الأردنية شكرا أشكر ضيفي من واشنطن سيد باولو فانشيراغ أستاذ العلاقات الدولية ورئيس مع الـ Global Policy وضيفي من موسكو الدكتور هاني شادي الباحث في الاقتصاد السياسي والخبير في الشؤون الروسية شكرا لكم قبل الختال نستعرض سؤالي حلقة الرابط إذن هل تمكن الغرب من عزل روسيا على نظام المالي العالمي بفعل العقوبات وهل محاولات العزل ستفشل مخططات روسيا ساعية لبناء تحالفات جديدة بوجه الغرب بعد استفادة النقاش في هذا الملف خلوصا ضيوفي إلى التالي نظام العقوبات هو نظام معقد لا يتعلق فقط بالأطر المالية ولكنه يصيب العديد من القطاعات أما فعاليته فاتطلب المزيد من الوقت لكن حتى اللحظة لا يمكن الحديث عن عزل تام لروسيا عن النظام المالي العالمي هدف العقوبات وفق المعلن هو وقف الحرب في أوكرانيا بالتالي فإن العقوبات قد تؤدي إلى عرقل جهود موسكو في بناء تحالفاتها لكنها لن تمنعها بشكل كامل عن بناء وتعزيز هذه التحالفات بغض النظر عن الحلفاء إذن هذه كانت حلقة الرابط أشكركم على كرم المتابعة إلى اللقاء